أهلا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الألمانية على يوتيوب معيكم إسراء محمد مدرسة اللغة الألمانية النهاردة هقدم لكم درس جديد وهو كلمات مشتقة من الفعل فلن وباديئاته يلا نبدأ أول حاجة دي سفل دي سفل بمعنى التفكك على سبيل المثال دي سفل زيت ست كوات نخز عين متود أين دي ست سفل زيت ست كوات نخز عين متود أين بدأ هذا التفكك بعد وقت قصير من وفاته بمعنى الاعتداء أو الهجوم على سبيل المثال كان الهجوم يستهدفه دير بفل دير بفل الاصابة أو العدوى قبل بضع سنوات كان لدينا عدوى بهذه الآفة دير انتفل دير انتفل بمعنى الغياب على سبيل المثال لطولما كانت السيدة هند مهتمة بالغياب عندي كمان دير اوسفل دير اوسفل بمعنى الانقطاع على سبيل المثال في ميسن اين اوسفل فازوخن بمعنى علينا ان نحاول الانقطاع عندي كمان دير اوسفل دير اوسفل بمعنى صدفة على سبيل المثال داس وا نو اين اوسفل داس وا نو اين اوسفل هذه كانت مجرد صدفة عندي كمان دير بيفل دير بيفل بمعنى التصفيق على سبيل المثال ار بكم بيفل فور ديزي بووتر ار بكم بيفل فور ديزي بووتر هو ترقى التصفيق مقابل هذه الكلمات عندي كمان دير فوفل دير فوفل بمعنى الحادث على سبيل المثال دير فوفل اعجنت سيح لتسة ووخة دير فوفل اعجنت سيح لتسة ووخة وقع الحادث الاسبوع الماضي عندي كمان دير اوسفل دير اوسفل بمعنى الحادث وهو غالبا ما يستخدم مع حوادث السيارات على سبيل المثال ار توت ار توت وا اين انفل ار توت وا اين انفل كان موتها حادثا دير جيفالن دير جيفالن بمعنى خدمة أو معروف على سبيل المثال تيمو تاعت إيا دينج فالن تيمو تاعت إيا دينج فالن تيمو قدم لها معروفا وبكده درس النهار دي يكون انتهى واشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة